من الذكريات الحلوة لجاكتشان أنا أذكر أيام كنت أدرس في الهوستل يعني المدرسة اللي هي الداخلية كنا نعرض أفلام في نادي الطلاب والأفلام هذي دائماً كل واحد يتبرع فيلم في VHS فيديو في الثمانينات هالكلام فأنا أول واحد أجي في فيلم لجاكتشان اسمه درنكك ماستر من عقبها أسبوعياً صاروا النص يتعاودون على أفلام جاكتشان من أفلام بولي ستوري من أفلام المعروفة لأفلام جاكتشان مثل ينج ماستر فاللي مذكرته عشان الفيلم هذي الفيلم هو من بطولة المثل المعروف في المارشال أو الكاراتي جاكتشان الفيلم هو قصة المحقق بيني الذي يبحث عن الماتادور الموجود في هونغ كونغ وهو متادور يدير مافيا معروف في هذه المنطقة وهذا الماتادور يقتل صاحبه أو شريكه في العمل فيضطر جاكتشان لتربية ابنة شريكه اللي هي سامنتا سامنتا بعد ما تكبر تصادف واحد محتال أمريكي في كازينو من الكازينوهات وهذا المحتال يعمل مشكلة في هذا الكازينو وفي هذه المشكلة يتورط أيضاً الماتادور فيتورط الاثنان لذلك يضطر جاكتشان المحقق البحث عن المحتال الأمريكي في روسيا ومن روسيا تبدأ الأحداث تلو الأخرى في رحلة طويلة من روسيا إلى هونغ كونغ وفي أحداث خطيرة وأحداث طريفة الفيلم من نوعية الأفلام الكوميديا الأكشن في نظر المخرج ريني هارلين اللي هو معروف عن أفلام الأكشن واللي عمل فيلم داي هارت في بداية تسعينات أجزة ثاني وكذلك عمل فيلم ذا لونكس جود نايت في هذا الفيلم أخفق طليلاً في الأكشن بالرغم من وجود جاكتشان يعني واحد يقول لي يا أخي لا يا أخي بالعكس هذا الفيلم في جاكتشان وفي حركات وفي أمور معروفة في الكاراتي أي نعم أنا أتفق معك بس هذه الحركات مبتذلة ومكررة في عدة أفلام اللي شفناها من أفلام جاكتشان وبالإضافة إلى كوبرسن جاكتشان وثقلهي في الوزن يعني ممكن هو بعد رشيق وعمره 26 سنة لكن يعني بعض الأمور الأكشن يعني خانته ممثل قبل الكوميديا بالرغم من وجود جاكتشان مثل كوميديا أيضاً هو وبالرغم من وجود أيضاً فنان آخر اسمه جوني نوكس فييل نوكس فييل هذا معروف عنه في الكوميديا في التلفزيون لها برنامج مشهور اسمه جاك آس ولها أيضاً فيلم معروف في الكوميديا اسمه باد كرانبا في هذا العمل الكوميديا أيضاً بسيطة وليست بالكوميديا اللي أنت راح تقول واو أنا بشوف لقطات أنت نعم شفت لقطات في الدعاية شفت لقطات في العلال شفت لقطات في أمور موجودة في اليوتيوب ولا غيرها راح تقول أن الفيلم هذا متروس أو مليان بالكوميديا لكن الكوميديا اللي موجود فيها أيضاً بسيطة جداً وليست بالكوميديا المفعمة بالحيوية اللي تخليك تضحك العمل هذا الحلو الذي فيه هي القصة الرود الرود ستوري الرود ستوري معروفة لأفلام الرود ستوري إنه فيها عدة شخصيات في عدة مواقف حلوة تكون ومواقف منها تكون طريفة مواقف تكون منها خطيرة مواقف منها تكون إنسانية هذا العمل أكثر المواقف اللي كانت فيها مواقف طريفة وفيها معلومات كثيرة يعني أنت راح تشوف الرحلة من روسيا إلى هونكوك راح تشوف فيها عادات وتقاليد العدة قبائل موجودة في هذه المنطقة سواء كانت في منغولية أو كانت في الصين والأكلات المعروفة في هذه المناطق أو الحياة المشهورة اللي فيها فراح تشوف مواقف حلوة هذه المواقف يعني أعتقد حسنت من الفيلم كثيرا وجعت الفيلم للمشاهدة أفضل نعمة الفيلم تمثيلا جاكتشان مثل ما عارفين وعاهدنا إنه هو المثل الأكشن والمارشال واللي يعمل الكاراتي عارفين نحن قبل سابقا معروف أنه جاكتشان كان هو مساعد مقاتل للفنان العظيم الكاراتي المتوفة بروسلي شوفنا له في فيلم فيست فيوري وإنتر دروقن طبعا كان مشارك مع جاكتشان في هذا العمال في هذا العمل جاكتشان كرر نفسها كالعادة بالأمور الكوميديا والأمور الأكشن الادرامي حتى لان لك عليه فهذا هو جاكتشان أما بالناحية أخرى الفرنان جوني جوني كانت آخر عماله ألبس ونيكسون كل العمال اللي هو مثلها أدوارها تكون بسيطة وأدوارها تكون مثل ما تقوله مساعد بطل أو مساعد ممثل في هذا العمل خذ بطولة وخذ مساحات كبيرة في التمثيل لكنه لم يبرز كممثل يعني أنا في نظري ما أشوف ممثل واو أنا أشوف ممثل عادي ممكن ينفع الدور الكوميدياني الفيلم فنيا نوعا ما متوسط وليس بالفيلم الكبير أو الجيد جدا وهذا الفيلم أنا أعطيه في نظري الخاص اثنين ونص من خمسة في نهاية الأمر لا تنسون السبسكرايب واللايك والكومنتات وعملوا شير لقناتنا ساعدوا قناتنا للنشر اشتركوا في القناة